السلام عليكم و مرحبا بكم في قناتي احداق ام مغربية اليوم ان شاء الله بدينا عمل مشارك انا و سلما بيوتي انتمنى ان شاء الله يجبكم هذا العمل هي تخمل الصالون دياله و انا عندي رغية تخمل خفيف ماشي تخفيف عاميق بقوا معانا حتى تشوفوا الفيديو السلام لبنات مرحبا بي عنكم معكم سلمة من قناة بيوتي سلمة انا اليوم اضيفة في القناة احداق ام مغربية و اللي يشارف درزمها التعاون الفيديو دياناك يقدر على فيديو تحفيزي طريقة تخمال راه ماشي تخمال يعني قوم ماناج غير بعدك نحضر غبرة و اذاك شي ما يبقاش لوسخ عند اولي موهن معيما البنات نخليكم مع الفيديو ديال احداق ام مغربية الي تبارك الله عليها عند قناة دياله متنوعة وكنتمنى لها من كل قلب الاستمرارية و العقوب ان شاء الله المليون مشارك وما يمحتى تسالولا فيديو ديال احداق ام مغربية و دوزولا الشيان ديالي متنساوش تتابعوني ديرولي ابوني و متنساوش تشوفوا الفيديو اللي ديالناه هو فيديو تحفيزي فيديو ديال شقة انقى وتكوني امرأة حادقة معيما بنات نقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف و كان نقول لكم مرحبا بكم عندي و مرحبا بيها عندكم سوا في القناة ديالي احداق ام مغربية سوا في القناة ديالي وليا الشرف نكون متعاونة مع هاد الوغزالة الفنيونة يوتيوب ام مغربية يلا ما نطولش لكم نخليكم تشوفوا الفيديو دياله حاجة البنات كم ماشتو من بعد ما شتو الفيديو مقطع ديال سالما بيوتي انتمنى ان شاء الله تدخل و تشوفوا القناة ديالها و كم ما تخملت اي السالون دياله تدريت خمال خفيف و انا كما غتشوفوا ديالتها الكوفر لي باش تشمش عادي نضيرها في الغرفة نوم ديالي كما كتشوفوا راقرب مكملت خمال دياله حتى اي نحن لها السالون هذا و سوف نحيط له التلامط باش نديرهم في الماكينة اول حاجة من بعد ما بديت تصبعين التلامط ديتهم نيشان نحيط البنج ديته للسالون لبرة خليتهم محطوط ان نسمى كتفوه و اضربهم شوية الهاواء و سافي و جيت هنا نيشان باش نحوكها تشراجا بالنسبة للبنات هذا ماشي تخمال العميق و يعني ماشي كروند ميناج و لكن الناس لو قد دخلت فيه تلامطة تقول لاش كتصبنيت تلامط لان تلامط كانوا كما قلت لكم هذيك الناس اللي متبعين من الول تلامط كنت مصبنتوش تخميلة الكبيرة من هالي كنت صبغت كما كتشوفوا الحيوطة عندي مسبوغين تبارك الله صبغت الراسي كما اعقلتوا هذيك المرة باش صورت لكم في عيد الصغير كنت يالله صبغت فهذا الشيء عليش ما قد نمسح من الثقاف و هذا الشيء فقط دوست واحد العزافة ما صورت لكم عزفت الثقاف و سوف ندوز لحيوط غير من التحت يعني ما قد نطلع حيث نمول فكن ندير واحد الكورسي وكن ندير درافاز قفيها جافل وكن نمسح من الثقاف حتى الالتحت بجافل هذي طبيعة فيه يعني تعلمتها من ما ما ضرور كتن مسح الحيوطة كاملين بجافل فهذا المرة ما نمسحهم بجافل حتى عندي قيين فقط نكتافي غير من هنا من التحت سنضرب لهم واحد المسحة وصفية البنات من بعد الأرض تحتها سنضرب لها واحد الحكا بالتيد و جافل و هذيك البلينتات الجناب كلهم نحكهم باش تحيد منهم الغبرة و هذا الطوابل نعزفهم بشطابة و من بعد نعودهم بوحد دريرة تكون ناشفة و نرشع لهم شوية الغبرة اطفال او طالك باش هذيك الخم او الخملة يتحيد بعد البنات و أحبيباتي و أخواتي و ميكا تشوفوني كثالت حكمت شراجهم و ذلك الشيء سوف يمدن نكب الماء على الشراجهم و ذلك البلاصة التي تحتها حكيتها باش ميبداي ننهبط الماء باش نكررت في مرة و من بعد طبيعة الحال سنعوده بوحد الجورنال باش ميبقاش مضبب حيث الشراجهم بالنسبة للشراجهم مرة في الشهر أنا كنشدهم كنحيدهم كما قلت لكم و كنغسلهم في الحمام و كنرجعهم ليا راجلي و سما كنضرب بالنسبة للسما الابناتك تشوفوا الريض و لم يحييط حيث أنا تقريبا كل شهر كنصب الريض حيث أولي كيكاليع لنا ذلك الغبار فأنا لم يحييط فقط عن كتافيه على مسح الجنب كله مجابين و نسع فيه عنكم بالمدابة باش نجروا و هذا اللحف سوف نحييطه لكي لا تقشليه بالماء و هذا هو معتميد و مهم لا يمكن أن نشقه مع الدراري سوف نأتي معتميد و نكمل بعد ما اديت معتميد بالله و اديت و أديت و المدراسة سوف نكمل دبال من جراجج ديان نهار سوف نكمل كما تشوفوا صفي انا كل مخاد حيت ليهم الغشاوي باش نطيتهم باش غي تصب و سما عدي نضرب واحد الحقه و كما اشتوا ذلك المرة كانت أنا حيت صبغ دراسي فكوا عارفين الصباغة يلا هم مبتدئين قصت الأرض و ذلك الأرض قصتها بصباغة فيها الكولا فشي تحييط لي و شي ما تحييط فنحاول نقوب ثاني شوية جابل و سوف نحضر الصباغة وهنا سوف نستيول و نع meningبقصهم وحقط Ranger فان نقوبها او مفسحهم على ما اعرفون ان لديوا البليدات في العمل الكحدة و انتظارها سوف نعزف نقوبة المتصحي هي الوقت اليها تنظيف العميق ومسح في الحيوطة ومبرد الهواج كامل وعاد نرجع الطوابل سوف نقوم بشوية لما نحكم هذه الأرض سوف نقوم بكرة حتى نقوم بكرة أخرى لنقوم بكرة أخرى سوف نقوم بكرة أخرى ونقوم بكرة أخرى اضع الطابلة المسح اضغط البطنية أتضرب الهواء أخيراً سألت لبنات أخيراً سألت لبنات الماء أخيراً سألت لبنات الماء تنشفه بطريقة التلميع كي يتمسح الطوابل ونقوم بطريقة التي نقوم بطريقة ننتظرها قريبا نقوم بطريقة التلميع تنشف الأرض والحيوطة ونقوم بطريقة التلميع ننشف الأرض بالجفاف ماهوطة هذا شكرا 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 ننشف اشتركوا في القناة